السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مصلي السلام علي محمد وبسم الله نبدأ بالدرس الفقرة للحادي عشر من الوحدة الخامسة قاعدة to and enough to معناها جدا جدا يعني بزيادة and enough معناها كفاية أو يكفي هذا الشيء لو التيتشر قالت what's the meaning of to what is the meaning of to يعني more than necessary or wanted more than necessary or wanted يعني أكثر من الاحتياج والحاجة enough يعني متى أنا أقول enough لما no need no need more sufficient sufficient يعني كفاية sufficient the amount of something في معنى ثاني أسهل no need more no need more يعني ما أحتاج أكثر أو كمية أكثر أول شيء بنعرف to enough موقعه في الجمل العادية وبعدين في الاسم المعدود وغير المعدود نشوفها لما تدخل مع الجملة اللي فيها infinitive phrase infinitive تذكرون هذا الكلمة infinitive معناها to زائد الفعل من المصدر يعني الفعل بدون ولا إضافة أول نقطة يقول to كلمة to معناها جدا جدا يعني مر بزيادة can be placed before adjectives يعني موقعها قبل before adjectives اللي هي الصفة مثال I don't like the soup يقول أنا ما أبغى السوب ما تعجبني السوب الشربة it is too salty يعني جدا مالحة when adjectives اللي هي الصفة اللي هي هذه salty جاتت قبلها تمام الحيب نشوف enough موقعها في الجملة هذه النقطة enough can be placed after adjectives يعني موقعها يكون بعد الصفة مثال don't add more salt لا تضيف كثير من الملح the soup is salty enough يعني الشربة مالحة بما فيه الكفاية أو كفاية اللحظ salty يعني مالح صفة الملح وجاتنا كلمة enough تيجي بعدها اوكي زي هنا قال after adjectives يعني جات بعد الصفة هذا أول فرق بين two enough موقعها في الجملة ممكن ها تطلبكم مثال على two enough حظروا بعض الجمل be quiet it is too noisy be quiet it is too noisy يعني اهدو انه جدا ازعاج the weather is too hot the weather is too hot يعني الجو جدا حار مثال على enough don't add sugar لا تضيف السكر it is too noisy enough it is too noisy enough يعني انه حالي بما فيه الكفاية the car is big enough the car is big enough يعني السيارة كبيرة بما فيه الكفاية the rope يعني الحبل the rope يعني الحبل is strong enough the rope is strong enough يعني ان الحبل قوي بما فيه الكفاية اوكي خلصنا عرفنا موقعه في الجملة وكتبنا بعض الأمثلة اه طيب النقطة الثانية يقول too much too much الآن هذه كلمة واحدة too much يعني كثير من الكمية can be placed before non count يعني هذه too much نستعملها للأسماء الغير معدودة non count and too many وعندنا كلمة too many before count nouns too many يعني كثير من للأسماء المعدودة نكتب هنا too many الأسماء المعدودة معدودة يعني شلون يعني كلها s يعني لها مفرد زي مثلا chair book book بعد في بعض الأسماء هي اساسا جمعوا لها مفرد زي مثلا نقول people مفردها children مفردها child يعني الطفل فهي عموما قاعدة ثابتة لنا دائما نكون تكون مع حائس الجمع والأسماء الغير معدودة اللي ما لها مفرد زي sugar salt money water اللي هي الملح السكر الفلوس الأسماء الغير معدودة هذا أخذناها من قبل قال وين موقعها تكون قبل الأسم المعدود وغير المعدود مثال i don't like the soup ما تعجبني soup there is too much salt in it شوفوا هنا كتبوا too much والسالت اسم غير معدود شوفوا هنا لاحظوا salt هذا اسم مش salty هذه الصفة نفرق بين الاسم والأجكتب الصفة المثال الثاني i don't like the soup there are too many carrots in it لاحظ too many جات قبل اسم المعدود اللي هو carrots فيه اس الجمع له مفرد يعني carrots يعني الجزر وله مفرد اللي هو الجزرة أوكي عرفنا الفرق too much تجي معه الغير معدود too many تجي مع الاسم الغير معدود مثال على too much you have too much free time you have too much free time يعني عندك وقت كفاية هنا عندنا free time غير معدود فنكتب له too much you eat too many eggs you eat too many eggs أنت أكلت كثير من الأجز يعني البيض أوكي عرفنا too enough موقعها بالجملة وبعدين عرفنا too تجي مع too much too many للمعدود وغير المعدود طيب بالنسبة لل enough إيش علاقتها بين المعدود المعدود enough حليوة enough can be placed before count and non count now تجي مع الاسماء الغير معدودة والمعدودة مثال we have enough eggs عندنا كفاية من البيض but we don't have enough sugar ولكن ما عندنا كفاية من السكر لاحظتوا جات محة much money enough لا الحالة هي تكفي enough تجي قبل المعدود وغير المعدود والفارق نقول هنا enough ليش جات في نهاية الجملة يعني لا تقولون خلاص enough هي موقعها في نهاية الجملة لا إذا كانت صفة طيب إذا كان اسم معدود أو غير معدود تجي هي قبل مكتوب هنا before before count and non count nouns يعني قبل الاسم هنا enough sugar الشقر يعتبر اسم ما يعتبر adjectives ما يعتبر صفة النقطة الثالثة a phrase with two or enough قلنا a phrase العبارة with two or enough can be followed by an infinitive phrase يعني ممكن جملة حق التو ولا enough ممكن تتبع ب infinitive phrase شمال infinitive phrase قلنا يعني معنا to محل فعل المجرد يعني to work to eat to play بدون ولا إضافة مثال the soup is too hot شوفوا خلاص وقفنا ممكن أقول كده أنا خلاص the soup is too hot يعني الشربة حارة جدا يعني هذا هي infinitive اللي هو to نضيف لها الفعل the soup is too hot to eat أنا شربة حارة جدا للأكل I have enough vegetables عندي خضرات كفاية ممكن أقول بس I have enough vegetables خلاص صح بس to make a salad إني أسوي صلطة لاحظ أن to make المake جات بعد to بدون ولا إضافة ما فيها ing ما فيها اس ما فيها حاجة يعني تجينا هذا infinitive phrase تكمله للمعنى وللجملة بس سأذهب كلامهم مثال على to محل infinitive نقول you are too small أنت صغير to drive نك صغير لتسوق السيارة مثال ثاني على enough كلها نفس المعنى she is not old enough هي مش كبيرة بما فيه الكفاية to drive أو نقول مثلا he is not old enough to drive نحاول حنا نختصر القاعدة إن شاء الله شوف بعض القاعدات تجيك مثلا إذا شفنا كذا نضع كذا يعني فيها تكنين بس هنا في بعض القاعدات اللي تعتمد على فهمك لأنك تعرف هذي adjectives ولا هذي noun ولا هذا معدود وغير معدود أول نتكلم عن enough enough تجي بعد الصفة يعني الصفة تجي قبلها تمام زي هنا عندنا مثال tall enough small enough big enough hard enough hot cold salty هذه كلها صفات طويل صغير كبير صعب حار بارد salty مالح وهكذا في صفات كثيرة إذا شفنا الصفة وراها فراغ على طول أدري إنه enough ما أكتبتو هو الوحيد اللي يجي لكلمة بدين فراغ أدري إنه على طول enough يعني هو الفارق بينهم إن الصفة تجي قبلها enough مع nouns enough مع الأسماء اللي تجي بعدها فرق بعد الصفة وهنا يجي قبل الاسم قبل الاسم يعني الاسم سواء معدود أو غير معدود شماعة معدود يعني يكون فيه S غير معدود يعني اللي ما له مفرد مثل عندنا شقر ايجز أبلز سولت ووتر كلة enough شقر enough ايجز enough أبلز enough سولت enough ووتر نلاحظ هنا المعدود وغير المعدود كلها مع بعض ما يفرق بينهم الانف اللي فيه S هو معدود هنا أبلز يعني يكون معدود يعني له مفرد في بعض الأسماء يكون أساساً للجمع ما يحطون لها S الجمع زي الناس مفرد مفرد بيرسون بيبل ما فيها S الجمع عندنا مثلا جمع أطفال بس ما يكون فيها S فننتبه لهذا النقطة نجي عند يجي قبل الصفة الصفة معناها adjective سيندرها كلها صفات جاء قبلها كيف أفرق إذا جاتنا الصفة أستعمل to للإنف شوفوا إذا شفنا الصفة الصفة وبعدين الفراق هنا أكتب هنا على طول إنف أوكي يعني هذا الصفة وهذا الفراق نكتب هنا إنف لأن إنف يجي بعد الصفة إذا جاء الفراق وبعدين هنا الصفة نكتب هنا to لأن to يجي قبل الصفة to مع الاسم سواء معدود ولا غير معدود يجي قبل يعني يصير الاسم بعد to مع الاسم ما يجي كده الحالة to money أو too much يعني ما يجي مثلا to واسم بعد مثلا to apples ولا to salt ولا يعني اسم حاجة ولا to share يعني كراسي لا يجي محا too money أو too much too money للمعدود شمعت المعدود نختصرها اللي فيها دائما نكون فيها S الجمع زي tomatoes potatoes vegetables oranges وفيها S too much لغير المعدود اللي هي الاسماء الغير معدودة زي water salt sugar flower اللي هو الطحين too much لاحظ هنا بعد يجي too محا much لي للاسم ما يجي نمت to water يعني انه ما يواجد لا يقول too much water يعني كثير من الماء too much salt يعني كثير من الملح يعني اسم يجي بعده طيب كيف افرق انا بين too much يعني المعدود ولا غير المعدود نتذكر هنا في رمز يعني شفتوا S الجمع هذا تذكروا هنا C ما يجون مع باب تذكروا كذا كهرب كذا كيف يجي نا مثلا بالاختبار ما يجون مثلا water ويعطون two ولا enough لا مثلا يبقى يكتبون مثلا much نكتب على طول مثلا too much water يعني هم بسهلون او مثلا money ويكون قبلها فراق قدرنا على طول two يعني ما كتب انا enough money او enough much لا too money too much طيب نحل لنا كم سؤال عن الفهم نشوف حنا فهمنا القاعدة او لا عن two وال enough نتذكر two يكون بعدها الصفة enough لا تكون هي بعد الصفة الحين انا اجاب حولكم توقف الفيديو وجاوب بينكم بنفسك اذا جابتك صح او خطأ عندنا hard هي الصفة نشوف الفراق جاء بعدها نكتب two ولا enough نكتب هنا enough it is difficult to do for child it is difficult عندنا هذا الصفة difficult الفراق جاء قبلها two ولا enough two difficult يعني صاب هنا it is too hot يعني حار جدا i'm not strong فراق to open this box نشوف هنا الاجكتب اللي strong يعني قوي جاء الفراق بعده enough ولا two هنا مثلا لو جابوا لي مثلا انا زي هذا في الاختبار it is too two ولا enough ولا too much ولا too money طبعا هو الصفة فاستبعد انا على طول too much too money too much too money بس حقة الاسماء تشتغل بس الاسماء نتمرين عن too much و too money نذكر too much لاسم الغير معدود لماله مفرد too money للمعدود يعني اللي لا مفرد يكون فيه اسماء فاستبعد دائما too too ما تجي لحالها انتوا لاحظوا ان too ما تجي لحالها do we have cheese cheese اسم غير معدود ولاحظ انا ما يكون في اس الجامع فنقول we do we have too much cheese to make pizza للصنع البيتزا فنكتب هنا too much there are carrots carrots في معدود فنقول too many تذكروا الاس والاس هنا ما تجتم فنقول there are too many carrots don't add sugar sugar اسم غير معدود فنكتب له too much هنا سؤال على infertive اللي هو to الفعل بعد يكون مجرد the soup is too hot to eating ولا eat ولا eat قلت الفعل بعد to بدون ولا اضافة نستعمل له eat to make to eat to read الفعل بدون ولا اضافة لا ing ولا s ولا شي ماشين تمام اللي بعد do we have to make pizza يعني do we have cheese enough enough cheese much cheese نشوف الترتيب ده هم خربطوها اول شي هو اسم نستبعد هذا ليه لين كاتبين الاسم وبعدين enough خطأ الاناف موقعها هنا لما يكون هنا في صفة بس هذا اسم فهذا على طول نستبعد ه موقعها قلط وترتيبها قلط هذه نستبعد لأنها ناقصة لون too much cheese ممكن نفكر فيها بس اساس الناقصة يعني do we have much cheese غلط نستبعد ها فالمناسب enough cheese كترتيب نعرف ان enough تيجي قبل السبس سواء المعدود ولا غير المعدود فهذا هي اللي تكون صح نتذكر two تيجي قبل الاسم والصفة enough تيجي قبل الاسم نفس two وبس انها تيجي بعد الصفة تمام i don't have time to cook dinner عندنا time يعني اسم تناسب هذا تناسب هذا فنشوف المعنى i don't have two time to cook يعني عندي وقت لا يعني كثير لا i i don't have enough time to cook dinner الجواب الصحيح اللي هو enough this restaurant is crowded 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 هي صفة يعني مزدحم وجاتنا هنا يعني two or enough two two لانها ايش تيجي قبل الصفة فنكتب two three there were many many وش اللي يجي قبلها زيك إذا يكون واضح على طول two many الجزء الثاني but not صلط يعني not two صلط لا not enough صلط no more thank you يعني لا مش لا تكثر او خلاص thank you شكرا that's rice for me نشوف اسم فاي قبل two ولا enough that's enough rice that's two rice للا نكتب that's enough rice five it is too hot ولا enough hot here can we turn on the air conditioner ممكن نفتح air conditioner لهم كيف اختصار ac it is too hot لي لأن نشوف الصفة هنا موجودة والفراغ جاء قبلها فنقول two شوفوا مع two وال enough واضحة إذا هي صفة نعرف إذا الفراغ في الأخير نضع enough إذا هو بالبداية نكتب two these shoes are big صفة والفراغ قبلها يعني two على طول and those shoes aren't big عندنا هذا الصفة والفراغ جاء بعدها عكس هذه فنكتب enough أعتقد وضحت الصفة إذا two قبلها أو enough يكون بعد الصفة في هذا المثال صارت أوضح هنا big صفة وفراغ بعدها نعرض ونكتب enough الصفة والفراغ قبلها نكتب two too too money not enough وغير كفاية يعني مش كفاية نتذكر too much لغير المعدود يعني زي الماء الملح السكر too money للمعدود اللي فيه S ومرات في أسماء الجمع بدون S زي قلت لكم people children there there are people in this restaurant يوجد الناس الناس هذا الجمع فانا اكتب too much too many not enough البيبل هنا ناس لها مفرد بنشوف المالها S على طوب اكتب too much people لا نوقف هنا البيبل من الكلمات اللي جمع بس مالها S المفرد لها person يعني لها مفرد person معنها شخص يعني مفرد من الناس يعني لها مفرد يعني اش اقول معدود فنختار too many there are dresses معدود يعني لها مفرد there are too many شوفوا هنا عندنا مواضح على طول اختار too many الشقر من الأسماء الغير معدودة فاختار على طول too much اللي بعدها and sweets sweets الحلاوة باكاتبنا هنا بالجمع يعني لها مفرد فنكتب لها too many نتذكر الاس والاس ما تجتمع aren't good for you ليست جيدة لك for I can't eat all this ما اقدر اكل كل هذا there is pasta in my plate يعني يوجد pasta في صحني نجرب واحدة واحدة there is too much pasta there is too many there is not enough نشوف البasta نوع من النوع المكرون يعني زي الرز وزي الشاه وزي كذا هذي يعتبرنا غير معدود يعني ما له مفرد فنكتب too much I have work to do and free time to relax I have work أنا عندي الشغل الwork والشو اسم يعتبر من الاسماء الغير معدودة I have too much work and free time to relax يعني ما في وقت للراحة لانه هنا يشتك يقول الشغل كثير وهنا ما عنده وقت للراحة فهنا نقول not enough غير كفاية من الوقت للراحة six he is still hungry هو ما زال جوعان there was food food من الاسماء الغير معدودة يعني ما لها مفرد وما نضيف لها اس الجمع فتكون too much exercise c complete the sentence with an infinitive phrase infinitive يعني too ونكتب الفعل مناسب للجملة when it is too late هو جدا متأخر يعني وقت متأخر مثلا to to call my friends إني أكلم أصدقائي أو to go to park إني نذهب إلى المنتزة أو to study for exam إني أذاكر الاختبار يعني to بعدها الفعل there isn't enough time لا يوجد وقت كافي to study the exam إني أذاكر الاختبار أو to to finish my homework إني أنهي الواجب do we have enough eggs هل لدينا الكفاية من البيض to make cake أو to make omelet he is too young هو جدا young تو شاب أو صغير to drive a car لسياغة السيارة أو to travel alone إني يسافر للحالة I am too tired أنا جدا متعب to go to gym إني أذهب إلى الجيم الناد الرياضي I'll go to swim إني أذهب إلى السباحة Are you too busy هل أنت مشغول جدا to call me إنك ما تكلمني أو to help me for the exam إنك تساعدني في الاختبار أو to send the email إنك ترسل الإيميل عرفنا هنا كيف يعني to وبعدها أي فعل يعني تكملوا الجملة ترجمة نانسي قنقر